موسيقى أخبار وظهيرة مزالت متواصلة أيضا وفيها أيضا حديث عن ميكانيك السوائل مع الدكتور جمال لكحل خبير وباحث في ميكانيك السوائل والموانع أهلا بكم دكتور أهلا وسهلا وسهلا خير شكرا عظياتا أنت باحث جزائري مقيم بسويس راح تنعرفك للمشاهد الكريم نائب مدير شركة عالمية للهندسة ربما مؤخرا نلتم هنا بالجزائر من خلال جمعية وطنية جائزة وسام العالم الجزائري لو نبدأ من هذه النقطة ماذا تمثل أو ماذا يمثل لك هذا التكريم هو شرف من جمعية أو من أي هيكل في الوطن الأم نفتخر به ونتشرف به وحتى لما تشرفنا به شخصيا لنا يعني نتفكروا الناس اللي قرارونا وعلمونا وربما هذا تشريف لهم أيضا ليس مباشرة لكن غير مباشرة أنت بقيم خارج الوطن ربما منذ أكثر من 20 سنة أو يزيد 28 سنة 28 سنة ولكن أنت خرج الجامعة الجزائرية خرج جامعة باتنا تحديدا لو نتكلم عن مجال عملك نتكلم عن البحث العلمي في المجال التكنولوجي عالميا قبل ما نتكلموا عليه في الجزائر عالميا فيه سباق فيه سباق كبير بين الشركات الكبرى العالمية اللي عندها الإمكانيات باش تمول الأبحاث وتعمل استراتيجيات تحذر استراتيجيات لأي جهة تمشي فيها الأبحاث فيها سرعة كبيرة من طرف كل الجهات والسرعة هذه اليوم غيرت نظرة وغيرت حقيقة ما كان فيه البحث قبل 30 أو 40 سنة في العالم يعني حوالي 50% من المواد التي كانت في ناحية البحث مهتم بها جدا اليوم وليس مهتم بها لأنه صبحت أبسلات صبحت والعالم يجري إلى جهة واحدة وهي كل ما يدور حول الإعلاميات والحساب والارتوفيشل انتاليجنس كله يبحث على حل أسئلة لتعطي تقدم تعطي للشركات الكبرى يعني فيه تغير وتغير يمشي بسرعة كثير هذه حقيقة الأمر الآن في العالم لو نتكلم على أهمية البحوث وأهمية وضع الاستراتيجيات بالنسبة للدول في تطبيق سياساتها سواء في الجانب الاقتصادي الاجتماعي أو غيره من المجالات التي لابد أن تقوم على استراتيجية أي شيء بدون استراتيجية وخاصة في مجال دولة فيها ملايين ما عندوش ما عندوش يعني حظ ليوصل للهدف استراتيجية كل شيء الأبحاث ليست الأبحاث دائما تمشي على على استراتيجيات على بيزنس بلان أين يجب أن تمشي أي جهة تتحول الأبحاث لماذا وهل هناك من 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 شركات أو طلب من شركات وطنية أو حتى ليست وطنية يعني أجنبية لمقيمة في الوطن لتحتاج هذه هذه أول شيء لتركب عليه السياسة الأبحاث لكن الأبحاث ليست كل شيء الأبحاث البحث العلمي ليس كل شيء الأبحاث البحث العلمي هو جزء من قطعة الكعك كبيرة فيها شيء أخرى كثيرة فيها نظام فيها انتظام فيها حرية التعبير فيها حرية الإنجازات فيها كل شيء إلى أن نحاول أن نرجح كل شيء إلى البحث العلمي أو العلم ونظن بأن العلم لوحده سوف يفتحه مجالات كثيرة فهذا غلط كل مرتبط بالبعض كل مرتبط هي باقة من أشياء كثيرة يجب حوالي كما قلت بالبعض في التدخلي يجب حوالي 50% منها تتكون متوفرة متوفرة هذه حقيقة الأمر استراتيجية يجب منها أنا لا أنا أدري بأنني عندي زملاء في الجزائر في الأبحاث في الجامعات يعملوا يحاولوا قد ما يستطيعون بإمكانيتهم بإمكانية الدولة ليس لديهم إمكانيات لكن ربما قبل أن أتكلم على البحث أتكلم دائما على ماذا يكون قبل البحث قبل البحث يكون التعليم وقبل التعليم تكون التربية هي سلسلة لا تتجمش تقطعها إلى المدرسة يشيوها تلاميذ يكونوا محضرين من جهة التربوية حتى من البيت ولا ننتظر أن الناس تأتي للمدرسة حتى كل شيء يعني يتعادلهم التربية من المدرسة المدرسة تكون مفتوحة وتهيئ الأطفال لعالم آخر بدون 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 نظرة وبدون ضغط على الأطفال بأن بأن في آخر الأمر نريد أطفالا علماء نحن لا نريد أطفال علماء نريد أطفالا يتعلمون الأشياء التي يجب أن نتعلمها الآن في 2018 أنا لم أكن رقم واحد في المدرسة كنت ربما رقم اثنين ثلاثة أربعة الله أعلم نسيت ليس بالواجب أن الأطفال يكونوا رقم واحد دائما وإلا العلم فقط فيه أشياء كثيرة في العالم في الدنيا هذه وعبورها لسيكون عبور بثقافة وبذكاء أتفق معك كثيرا دكتور وأكيد الكلام التي تقول فيه صحيح نتكلم عن التكنولوجيا وانت قلت باللي التكنولوجيا والعلم وحدها ما رهيش كل شيء ربما المحاور الكبرى الاستراتيجيات الكبرى تضحى الدولة لبعث مثلا مختلف قطاعاتها أين تكون اقتصادية ولا اجتماعية أو غير ذلك حلقة الربط ربما وين تكون بالضبط سؤال ربما لازم له وقت كثير نحاول نعطيك بسرعة وين نشوف يجب أن يكون فيه تصليح يجب أن يكون فيه تصليحات يجب لازم الدولة ميزانيات ملايير ملايير نتكلم على دائما نتكلم على معنى الإمكانيات ربما فيه إمكانية تصليح الشيء كثيرة بالقليل جدا بالقليل جدا أخذ أول شيء مثال إذا الجزائر لها وسوف يكون لها مشكلة في الطاقة في ربما عشرين سنة في المستقبل قبل أن نتكلم على طاقات جديدة نتكلم كيف نحتوي على الطاقة التي تخرج من بيوتنا في الجزائر لأن لم تدخل تكنولوجيا الحضيرة الجديدة في ميدان الحفاظ على الطاقة يعني نفقد الطاقة كثير الجزائر عبار لتخرج طاقة منها وهذا مشكلة عظيم لأن كلنا نشوفه في الشاشة الأوروبية ونسمع في جرائد لأن حكومات في أوروبا مشكلة الأكبر هو كيف تحتفظ على الطاقة لا تفقد الطاقة من ديارها من كل شيء هذا أول شيء هذا تصحيح سهل بدون لا يحتاج إلى ملايير ولا يحتاج إلى شيء آخر ومن بعد تأتي استراتيجيات استراتيجيات يكون عندها خبراء في استراتيجيات في أين جهة تمشي والآن كما قلت طول الشيء اللي نشوف ونا تكلمنا على تكنولوجيا التالي اليوم اللي اليوم فيه صراع في تكنولوجيا جديدة جهيرة في الجزائر لنالطاقة لرجع القطار لنركب هذا القطار الجديد هذا القطار الجديد هو كل ما يدور حول الإعلاميات الحسابات الانتليجيون 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 كل الكلمات اللي نسمحها بربرية ربما لماذا لا نتقى لأن عندنا في الجامعات مئات الألاف من الطلبة في الرياضيات وفي العلوم الثقيلة كما نقول العلوم الدقيقة أفوان الفيزياء الواجب أن نغير استراتيجية كيف ندخل تكنولوجيات هذه في البرامج تعليم لكي بعد خمس سنين يكونوا شركات عالمية في أوروبا في أمريكا يجعوا دقوا على الباب في الجزائر ويقولوا نريد مهندسين جزائريين لا بشي يجعون لأوروبا لكن يعملوا في الجزائر الجزائر العاصمة يعملون أنا قلت أصبح من قبل زميلة كانت فريق جزائري تأشباب في هذا الميدان في شغل الحاضر أنا عمل في الإنسان كنت ربما استعملت ميخنو لكن هذا ترقيع تصحيح والعافو يعني لن نمت دروس لأي خبر نكتوق نقول الان عندنا كثير من طاقات التي ربما رجع لنا القطار هذه أول شي ثاني شي لترقيع ولازم يكون تصحيح الآن ليس غدا هو تحويل تحويل الأشياء في الجزائر من الجانب الإعلام الآلي الجزائر ضعيفة يعني مستحيل هل الجزائري يظن بأن في السبعينات أنا أقولكم في 1978 سبع وسبعين الجزائر كانت متفوقة هذا لوقت في الإعلام الآلي كانت أكثر من إسبانيا في كانت هذا الوقت كانت استراتيجية في الجزائر لأن الأعلام الآلي تكون بعد فقدنا كل شي رجعنا إلى سفر وبعد هبط نقل من سفر وشيء كنت نقول بإليه كان هذا تليفون الحمال التاعي ونرأي لك كيف من برنامج نستعمل ونا يوميا في سويسرا بش نخدم بيه من البنك حتى للقطار في القطار كي نمشي على قدمي الصباح نشوف في القطار أين أي وقت يمشي القطار أو البس أو أين وقت يوصل فيه وأشتري على الموبايل تشريك تذكر وتكون في التليفون هذه ليس أنا ليس أقول هذا شيء جميل يجب يكون تكون تكون لنا هذا شيء ربما يفتح إمكانيات عمل للشباب هو المشكلة كلها هنا كيف نلقى أمور جديدة حتى وهذا هو نقطة الأخيرة لعندها علاقة دائمة لأن أنا نتكلم على خبرة فقط لست هنا يعني أعطي دروس خبرة فقط الشيء الذي رأيت في هذه السنين في الميدان أن فيه نقطة مهمة في الوسط نقطة استراتيجية في الوسط التي تسمح بأن الشركات وأن الشباب يستطيعون تكوين شركات صغيرة مقاولة صغيرة في السيربيس في الانفورماتيكس في كل شيء مهم جدا هي نقطة وشيء نقطة اسمها البنك البنك هو رأس كل شيء يجب أن تكون تحرير أو تسهيل الاتصالات تسهيل العلاقات وتعاملات مع البنك يجب أن تكون أونلاين وصلت الفكرة وصلت الفكرة خلاص دكتور جمال لك حل الخبير والباحث في علم ميكانيك السوائل أو الموانع شكرا جزيلا لك على تشريف برنامج أخباري الظاهرة ونعرف بالليطيار تكرهي على موعد مع ساعة أو ساعة نصف من الآن شكرا جزيلا لك شكرا وسلام عليكم وعليك سلام مرحبا دائما بك في أخباري لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا